عقد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وذكر المتحدث باسم رئاسة أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجيات التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء حيث واجه رئيس السيسي بمواصلة وتكتيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحية لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقاومات دات طابع فريد مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة كما شدد السيد الرئيس على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكسه بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف مجالات هذا وشهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات دات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة بمدينة شرم الشيخ وجهود رفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبا وأبورديس والطورة بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين